السباح الخير السلام عليكم ورحمة الله أصحاب المعالي والسعادة نحفظ جميع الألقاب السيدات والسادة والمشاركون الكرام إنه لمن ضواعي سرور البالغ بالنيابة عن دكتور حنان بلخي المديرة الجديدة لمكتب الأقريم لمنازمة الصحة العالمية أن أدم إليكم اليوم في هذا المؤتمر المهم لمناقشة موضوع السياحة الصحية المتزايد للاتساع والأهمية على الصعبين العالمي والأوكراني شكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا جزيلا دكتور عود على إصرار مشاركة منازمة الصحة في هذا المؤتمر في السياحة الصحية تعد حاليا أحد أسرع أشكال السياحة منهم ومثقا لجمعية السياحة العلاجية كدر حجم سوق السياحة العلاجية العالمية بمبلغ فوق مبلغ 100 مليار دولار أمريكي بمعدل منه سنوي يتراوح بين 15 و 25% وفي الشرك الأوسط وأفريقيا بالذات وهي منطقة تنين منطقة شرك المتوسط من المتوقع أن يصل حجم سناعة السياحة العلاجية إلى 135 مليار دولار أمريكي بحلول 2026 مع معدل منه سنوي بنسبة 8.5% بين عمي 21 و 26 نسبة تزايد كبيرة وتخزى مصر طبعا بمكانة مناسبة تؤهلها للعب دور كبير جدا في هذا المجال وخاصة أن منطقتنا للأسف تعاني من أزمات كبيرة سياسية وصحية التي أدت إلى أضعاف الأنظمة الصحية وطبعا نحن نشكر دولة جمهورية مصر العربية على الدور الكبير المهم الذي تقوم فيه بالوقت الحالي لمساعدة كثير من الدول في هذه الأزمات الكبيرة فلقد قطعت مصر في شوطا طويل في المجال الصحي خاصة أنها أصبحت أول بلد يصل إلى المستوى الذهبي في مسيرته نحو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي سي وفقا للمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن وخصلت أيضا هيئة رعاية الصحية في مصر على الجائزة الذهبية المرموقة لدورها وقيادي في مجال الاستدامة الصحية في العالم العربي تقديرا لمساعيها المتميزة في الدعوة إلى تحقيق تحول الأخضر في قطاع الرعاية الصحية وعلاوة على ذلك فقد أنجزت مصر يعني صراحة أنجزات مصر في مدان الصحة كبيرة جدا ولكن في الفترة الأخيرة كان في إنجازات كبيرة خاصة موضوع التخلص من أمراض واستقصال أمراض خطيرة جدا مثل أمراض الحسبة والحسبة الألمانية وغيرها وحتى القضاء على سرياتهما المتوتنة وطبعا في دول أخرى أخرى في المنطقة مثل لبنان والأردن التي تشهد أيضا تدفكا سياحيا علاجيا مثلا عندي بعض الأحصائيات معنا كثير أحصائيات من كل الدول وهذه كمان نقطة بحاجة لبيانات أكثر مثلا الأردن فقط في عام 2018 وصلت لاستدافة حوالي 300 ألف سائح علاجي بإرادات قضها حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي حسب إحسائيات إدارة التجارة الدولية وطبعا مصر تملك كل المكونات الأساسية لإنجاح السياحة العلاجية أنا أحب أن أركز على كيف يمكن أن تكون السياحة العلاجية فرصة مربحة لجميع الأطراف وخاصة لتعزيز الأنظمة الصحية استوفر لمنون كلاو كتعين الصحي والاقتصادي وعلى المصطر الصحي يهون أن نستفيد من هذا للعمل على تعزيز المنظمة الصحية في الوقت ذاته كي يمكن لمنون السياحة العلاجية أن تدعم الارتقاء بالبنى الأساسية داخل قطاع الصحة وخارجه وتتيح أيضا فرصة لتحقيق فوائد صحية معززة مثلا السياحة العلاجية يمكن أن تزيد أو قدرة على شراع أحدث التكنولوجيات الطبية وتعزز بدورها القوى العاملة الصحية وقد يفتح ذلك الباب أمام اجتذاب العاملين الصحيين المهاجرين للعودة إلى بلدهم الأمر الذي يؤدي إلى إيقاف حجرة العقول وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تنتوي السياحة العلاجية على حوافز لزيادة الجودة من خلال دمان الانتصال بالمعايير الدولية العالية للرعاية وتعزيز ثقافة التطوير الشخصي التي يمكن طبعا للسكان أيضا الاستفادة منها ومن المهم أيضا للسياحة الصحية طبعا وجود جودة الرعاية الصحية تخفيف عن كل المخاطر المحتملة المرتبطة بالسفر للأغراض العلاجية وينبغي لمقدمين الرعاية الصحية المنخرطين في صناعة السياحة الصحية أن يدمنوا وضع سلامة المرضى جودة الرعاية الوقاية من العدوى ومكافحتها على رأس الأولويات وبالإضافة إلى ذلك طبعا يمكن لكل الدول الأخرى أن تدع وتفرد لواء أهل الوفاء بمعايير اللازمة في هذه المرافق الصحية بما يتواءم مع احتياجات المرضى من مختلف الدول ويتطلب هذا طبعا حوكمة قوية للقطاع الصحي التي هي مؤمنة طبعا في مصر ولكن توفر السياحة العلاجية هذه الفرص بشكل أكبر والإشراف على النظام الصحي بأكمله العام والخاص طبعا والتنسيق بين كل الوزارات وزارة الصحة والتجارة ووزارة السياحة طبعا في وضع سياسات رشيدة بشأن الخدمات الصحية والسياحة الصحية ووضع استراتيجية واضحة للعمل التعامل مع القطاع الصحي الخاص أيضا وإذا ننقف على دعم السياحة العلاجية يجب أن نواصل تركيزنا وتوازن فيما يخص قطاع الصحة المحلي لدمان الإنصاف في تقديم الخدمات الصحية للجميع مثل ما قلت هي ولسيما الفئات الأشد تأثرا فقد يعني هو بعض الرسق طبعا ولكن فقد يرهق تدفق السائحين العلاجيين موارد من نظام الصحي في البلد المضيف وقد ينشأ عن السياحة العلاجية أيضا خطر يتمثل في سحب بعض الاهتمام موارد من برامج الصحة العامة وطبعا بمصر بأعتقد هذا موضوع صعب ولكن من المخاطر الواحد يجب أن ننتبه لها لذا يتعين على كل راسمين السياسات الوطنية من القطاعات التجاري والصحي والسياحي العمل عن كثب لدمان وضع تلك السياسات على ناحو يراعي احتياجات سكان البلد ويجب أن تضمن السياسات الموضوعة طبعا التوزيع العادل للموارد وأن تعمل الأولوية للإحتياجات الصحية للمواطنين وتعزز إتاحتها والقدرة على تحمل التكاليف للجميع ومصر طبعا بالفعل واحدة من أفضل المقاصد الصحية كلنا نعرف ذلك ونتمتع بكل موارد السياحية في مصر وتتمتع بإمكانات كبيرة لتطوير السياحة العلاجية في إطار صناعة السياحة القائمة والراسخة لديها بالفعل وسوف نعمل كمنظمة للصحة العالمية طبعا مع الدولة المصرية مع وزارة الصحة طبعا من أجل تحقيق هذا الهدف في اجتذاب أكبر عدد ممكن من السياح سنويا وجمي الثمار هذا القطاع الآخذ في التطور عبر إقامة شركات فعالة مع القطاع الصحي العام والخاص وتعزيز حوكمات القطاع الصحي بشكل عام وختاما أؤكد لكم أننا كمنظمة لن نتدخل وسعا في مواصلة تقديم الدعم التكني والاستشاري وغيره من أشكال الدعم إلى جمهورية مصر العربية وكل دول الأعضاء ومتمنيتا لكم النجاح والتوفيق في هذا المؤتمر شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته